بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين مشاهدين لا كارم مشاهدي قناة الدعاء الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب حلقة أخرى من سلسلة هذا البرنامج ومواضيع مهمة في عوامل النجاح بحثناها معكم وحبتنا مشاهدينا لا كارم في الحلقات السابقة تحدثنا عن عوامل النجاح من عوامل النجاح التقب الله سبحانه وتعالى من عوامل النجاح التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن عوامل النجاح الاستشارة في الحلقة السابقة أحبتنا مشاهدينا الأكارم بحثنا وإياكم أنه لا بد أن يكون لدى هذا الإنسان اللي هو ما عنده تجربة في اختصاص ما كل إحنا في حياتنا يعني كل إنسان في حياتنا ما ممكن أن يكون هناك إنسان صاحب اختصاصات متعددة كل شخص عنده اختصاص معين في مجال معين جيد جدا في باقي المجالات كيف في باقي الأصعدة لا بد أن يكون لدي مستشار حتى أنجح في هذه الحياة وعلى جميع الأصعدة لا بد أن يكون لدي مستشار في اختصاص ما جيد هذا المستشار ما هي صفاته أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطونا الصفات أن يكون صاحب تجربة أن يكون عاقل وأن يكون ورع وأن يكون صاحب علم يعني عندما أروح لمستشار لا بد أن يكون تتوفر فيه هذه الصفات هناك صفات أخرى وهناك أيضا أمور يعني من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نهونة على أن نستشير بعض الأشخاص إذن هناك صفات وهناك بعض الأشخاص منهيين على أن نستشيرهم إذن أحبتنا مشاهدين الأكارم نبدأ الحوار في هذه الحلقة في عوامل النجاح وأحد عوامل النجاح الاستشارة صفات المستشار ما هي ومن هم الأشخاص الذين في الواقع نهونة عنهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أن نستشارهم أحيي وأرحب بي سماحة الشيخ العرادي حياكم الله أهلا ومرحبا 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 الله يحفظكم الله يحفظكم سماحة الشيخ في الواقع كلام رائع في الحلقة السابقة توقفنا عند صفات المستشار نكمل هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين طبعا في صفة مهمة في المستشار أن يكون ناصحا موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر لما صارت تلك الواقعة جاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين نعم أول ما بدأ موسى عليه السلام في انطلاقه نحو النجاح من بعد الثقة بالله والتوكل عليه هو استنصح هذا الشخص اللي هو مؤمن آل فرعون هذا يعتبر مستشار نعم قال لي أخرج إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك في قضية قتل موجود وأنا أخاف عليك من القتل المستشار يجب أن يكون ناصح يعني يريد النصح وإرادة الخير للمستشير إرادة الخير للمستشير فقال لي أخرج إني لك من الناصحين يعني أنا أحب لك الخير ما بك تقتل واضح؟ في مؤامرة مخطط لك أن تقتل وإنت مرشح لأن كلك برنامج قيادي وبرنامج إصلاح وحداية وإنقاذ أمة من ظلمات الجهل والخرافة صحيح؟ فأنت الآن لازم تخرج هذه وجهة نظري المشورة هي إعطاء النصح أو التوجيه في عملية صنع القرار الآن موسى يبقى يقرر يبقى يرحل يسافر وين شي سوي يبقى يتخذ قرار فالمستشار هو يقدم النصح والتوجيه لأجل خير المستشير نعم ولصلاحه ولكذلك يساهم في صنع القرار واضح لموضع هذا حين أريد أن أقرر أنا أريد أن أتاجر أريد أن أتزوج أريد أن أتوظف أريد أن أتخذ قرار في حياتي فالمستشار يساهم بنحو أو بآخر بيعطاء رأي أو بفعل لأن النصح شنو المستشار هو شو يسوي هو يريد الخير للمستشير شو يسوي بأن يفعل فعلا فيه خير المستشير أو يترك أمرا يضر المستشير أو يعلمه شيء يجهله المستشير النصح له ثلاث مصادق أما أن يفعل فعلا فيه خير للمستشير أو يترك أمرا فيه ضرر للمستشير أو يعلمه ما يجهله المستشير وفي الأخير ما يصف في مصلحة المستشير هذا النصح فيجب أن يكون المستشار ناصحا يعني يريد الخير للمستشير مو يريد الشر ليه نعم وأضح له لا أكون في بعضهم يريد الشر للمستشير هذا مو مستشار خصوصا إذا كان المستشار جاهل ولهذا الإمام عليه السلام الله عليه يقول جهل المشير هلاك المستشير صلى الله عليه وسلم فبعض الأوقات أنا أكو بعضهم في القضايا الطبية أنا أعرف ناس بدل ما أروح لأطباء مخضرميين وعدهم خبرة أروح لأطباء بعض الأوقات ما أعدهم خبرة مثل ما ضربتك مثل يعطون أدواء يشلون أشل أو يخربون أعصابه أو يسويون مجنون أو بعضهم يصاب بالسرطان على أثر سلاوله لأدوية شعبية يعني أروح لطبيب مثلا طب سنتي على قولت الإيرانيين أو طبيب شعبي وطبيب متخصص في الطب الشعبي يعني العشاب العشاب كذا فيعطي العشاب فيلجأ له وذاك مو خبير فيعطي دواء يخربه ويهلك هو نفسه ذاك الطبيب جاهل فذا واحد رايح لجاهل يستشيره بيتورط واضح لمواضح الآن في كثير من الحروب صارت القادة استشاره وناس جهلاء والرطة والقادة فيه حروب هم في غنى عنه دمر البلد أهلك الحرثة والنسل على قضية بصل ما لا أعلم يعني المستشارين إذا إلا دائر من دائر الملك أو الحاكم إذا ما كانوا مستشارين مخضرمين ممكن يورطون الملك أو الحاكم في قضاياه وفي غنى عنه نعم واضح المواضح فالمستشار المخضرم مهم هنالي الحروب اللي خاضها الإمام علي حرب الجمل بقيادة عائشة نعم من اللي دائر ما دائر عائشة نعم من اللي أشاروا عليها بالحارب ويعرفون إن الإمام علي علي مع الحق والحق هو مع علي لكن المستشارين من اللي أسس من اللي أسس للسقيفة وخلى الأول هو يصدر الخلافة هذه كلها مستشارين غير مخضرمين فالمستشارين غير مخضرمين يورطون البلد وحاكم البلد في سلبيات ومهالك وفي غيرها المستشار مهم فلما أشار عليه مؤمن ألف فرعون لما أشار إلى موسى أخرج إني لك من الناصحين أولا في خروج موسى كان لصالح موسى الخروج موسى وين راح راح مديين وحصل زوجه صالحة وحصل عمل مناسب إني لك من الناصحين إيه بل أخير المشورة هادي نفعت موسى صحيح عدل ومعدل نعم فإني لك من الناصحين يجب أن يكون المستشار ناصحا ولهذا سمي الدين النصيحة الدين النصيحة يعني شنو الدين النصيحة يعني لما أنا أتعامل إياك أنت تتعامل إياي بطريقة في إنصاف لي في خير لي أنت تحبني تحب لي الخير وتحب لي الشر ولهذا يقولون النصيحة مقابل الغش فلما أتعامل مع مسلم ما يغشني في المعاملة أشتري حليب ما يخلي فيه ماء ويبيع لي حليب نص ماء ونص كذا صحيح لما أشتري بضاعة أشتري بضاعة سليمة من كل الجوانب مو أشتري بضاعة بعدين أتورط بها أنا واضح لما واضح نعم فلهذا المسلم يجب أن يكون متقن في عمله ويقدم لي عمل متقن يكون ناصح في عمله صحيح ولهذا يسمي يدينا النصيحة النصيحة لله ولرسوله ولكتاب الله ولأئمة المسلمين هذا مفهوم عام أن الإنسان المسلم دائما هو مصدر خير للناس ولهذا تقول الآية وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أينما كنت مباركًا يعني نفاعًا وإنما تروح تنفع بكلماتك بجاهك كم جميل هذا الإنسان اللي يكون وينما يخلي مبارك قدمه يكون مبارك أحسنتم النصيحة بهذا المعنى إرادة الخير للآخرين بأن يفعل ما فيه خيرهم أو يترك ما فيه ضررهم أو يعلمهم ما يجهلون فالشيء جدًا جميل النصيحة إحنا طبعًا مأمورين بأنه نلجأ في كثير من قضايان إلى مستشار ولهذا الإمام عليه السلام وضع عليه ما يحكر ترى القضايا قضايا اقتصاد أو السياسة أو طيب أو بناء أو زواج أو طلاق أو سفر لا أقول ما من حركة أقول لكوميل يا كوميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة والله حتى في الطبخ الطبخ عندنا في الحديث خير ونسائكم الطيبة والطبيخ مرة واحدة الطبخ يحتاج لإحتراف ولهذا من أحد عوامل النجاح هو الاحتراف في الشغلة يعني لما تكون تبني تتخصص في مجال إعلام أو خطابة أو كتابة أو تأليف أو خياطة خلك محترف في الشغلة محترف يعني متخصص ودقيق ومحقق ما عدنا فقيه سمونا محقق نعم ومدقق نعم أكون فقيه مو محقق ولهذا كلك بس لطيفة حلوة مرة واحدة مرة الإمام الباقر وأصدقاء وأصحابه فاعترضه نصراني في الطريق اعترضه نصراني فقال للإمام أنت بقر أقول للإمام أنت بقر إهانة هذا سب وعدنا في بعض المسال الشرعية سبوا الإمام المعصوم حكمه القتل في الإسلام يعني يجوز لسامع السب نعم أن يقتل أن يقتل الساب ما لم يخف على نفسه من الضر لها الدرجة حرمة المعصوم حرمة المعصوم اللي هي دور عند الله ولهذا دول الجماعة لما هجموا على بيت فاطمة هتكوا حرمة فاطمة ولهذا تقول أزيلة الحرمة صحيح هتكوا حرمة فاطمة هذا الهتك يستحق يستحقهم على القتل بس أمير المؤمن ما كان عنده أنصار فأعترض النصراني قال لي أنت بقر طبعا الأصحاب استشاتوا غضبا أرادوا أن يضربوا للنصراني قال لهم الإمام لا على أسلك أنا أجاوب شوف الحكم هنا ذولاك ما يريدهم الإمام يستسلمون للغضب يعني لا تجاوب بعصابك لا تجاوب بالفعالات لا قال ليهم الإمام أنا أجاوب فجاء له الإمام مبتسما قال يا هذا يسمونني باقر فأمان له لا طيبة يعني صلوات الله يسمونني باقر يعني بقر العلم اكتشف كنوز العلم شاف الإمام ما عصب قال لي أنت ابن الطباخة هني كلام أنت ابن الطباخة يعني يعير الإمام مع أن أم الإمام هي أم الإمام الباقر هي بنت الإمام الحسن صلوات الله عليه نعم يعني الإمام الباقر جاء من من أب وعوم فاطميين علويين يعني قال قال له أنت ابن الطباخة فالإمام تأمل قال تلك حرفتها لطيف قال شنو تلك حرفتها حرفتها محترف متخصص لهذا إذا واحد متخصص في أي شغلة ينجح فيه ممتاز اسمحني أقف عند فاصلة سمحك شيخ وأعود نكمل الحوار الرائع والجميل الله أحفظ معكم سماحة الشيخ إذن أحبتنا مشاهدينا الأكارب أيها الأحبة وأنتم تتابعون هذا البرنامج إذن لابد أن تكون محترف متخصص المستشير يعني لابد أن يكون هكذا ونستشير من هو الناصح اللي يريد خير اللي يريد الخير أنه واللي يريد النصيحة أنه ليس أي واحد أشوفه وأستشيره بعد الفاصل نعود لكم اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيمان حدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني نجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحبه بالمن وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفاخ أيها الأحبة في كل مكان حياكم الله أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نبحث فيه عوامل النجاح ما زلنا وإياكم في موضوع الاستشارة مع سماحة الشيخ العراضي حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إذن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه اعترض نصراني قال لأنت بقر وحاشي الإمام طبعا هو أراد أن يغضب الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر قال له إنما أنا باقر إي نعم فقال له يا ابن الطباخة هكذا إي فقال للإمام يعني يريد تلك حرفتها إي قال له تلك حرفتها هذا دليل لشنو كلام الإمام حجة نعم لما قال تلك حرفتها أولا إي أكد على استحباب الطبخ للمرأة في البيت وكثير من الرجال والأزواج ممكن أن تكسبهم النساء عبر بطونهم البطن ليه دور نعم الفرج ليه دور الرومانسية ليه دور الأنوث الفائقة ليه دور التغنج في الكلام ليه دور الحركات اللي فيها نوع من الرومانس ليه دور يعني المرأة لازم تتقن عدة مهارات فترك حرف لكي تكون محترفة متخصصة لكي تنجح حياتها الزوجية يجب أن تمتلك عدة مهارات منها الطبخ والطبخ بحرفة باحتراف يعني أنا عرف نساء الله يحفظهم إن شاء الله أمه هاتكم الجميع الله يحفظهم يعني إشقد الفلفل إشقد الكركم هذه الأدوية يسمونها إشقد حتى السمك شنون تقلي يعني ما شاء الله أمه الله يحفظها أنا وحتى زوجة العزيزة فنانين في الطبخ فلما واحد جاكل يلتذ بالأكل ولهذا انتح بعض المطاعم ليش ناجحة صح تبدأ مشروع تبدأ مشروع تنجح فيه ليش ناجح المشروع مالي لأنه عنده احتراف في الطبخ وعنده نظافة شخصية يعني من أحد عوامل النجاح وهو النظافة يجيب شيء محترف محترف عفوا إيه محترف يعني لما تاكل أنت اللحم أو الدجاج تشعر أن الطبخة لذيذة لبهارات عدلك كون التمن الرز طريقة تصميم وتطبيق المعون ترتيبة شلون يكون إيه إيه إذن لابد أن تكون محترف محترف وفيه نظافة شخصية جيه يعني الاهتمام بالجسد والتغذية السليمة والرياضة وإن الواحد ينام بشكل كافي هذه هم من عوامل النجاح الاهتمام بالصحة حتى نبقى في موضوع الاستشارة بس خلنا بس رحم الله وردك خلنا أكمل قصة الإمام لأنه فيها الأفتاد جميلة تفضلوا إيه شوف من عوامل النجاح عدم الاستسلام للحالات الغضبية لأن الواحد إذا غضب الغضب هو رئيسه الشري كله من أحد كثير من أسباب اللي تسبب شلل البدن وتسبب أضرار اجتماعية هو الغضب هذا بالعرض أقولها بس خلنا أكملها هذا الرجل قال للإمام تلك حرفتها يعني سكت أجوبة الإمام حكيمة فقال لأنت ابن السوداء الزنجية البذيئة وقل للإمام وتعطف للأم صاحة مقدسة وقعد قاعد يسيب بهالطريقة الهوجاء بس الناس احنا مبتليين يعني بوقع بعض الوقات احنا نبتلى بهاللون من الصنف من الناس صح صح ولهذا عدم من أحد عدم من واحد لا تستشير السفلة من الناس عدنا في بعض الأحاديث راح تجييني فقال للإمام يا هذا إن كنت صادقا غفر الله لها عذا واقع أمي مثل ما تفضل غفر الله لها سليح تاج بورهدة أحصاب ومضباط نفس تمرين خصوصا بين الأزواج تعرف بعض وقات الأزواج لقضية بسيطة تافهة ما لها أي معنى سيكون سبب طلاق يقلتون فيها ويقلتون 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 ويكبرونها وسووا من الحبة دبة وتطور القضايا وصير طلاق لما تدرس أسباب الطلاق شوفها تافهة بس نوضخموها لو شوي يصير غض حلم صعد صدر تجاهل تغافل يكون فائز زين يعني لازم يتعلم فن التغافل والذي عندنا في الحديث أكثر أهل الجنة البل سورو حكم بهبل ما تفهم ما تفتهم ويجفع باللتية هذا فاتبح يعني لابد أن يبلح الحديث عوامل النجاح التغافل هذه قضية التغافل شيء مهم مهم جد في خصوص القبائل الاجتماعي صح أنت عندك جار عندك صديق عندك زوجة أولاد إذا بصير حساس على كل قضية بسيطة ما راح تحتفظ بأي أحد راح تزعل على الجميع وأول شيء يعني أول شخص راح يضرر هو نفسه اللي هو دين ثارع التنتار عصاب وحساس يعني أنت راح تبقى وحيدا لا زوجة لا أولاد لا صديق وحيدا حتى في المكتب أحيان عرف ناسنا إداريين مدير يطرد العامل أو الموظف على شغلة بسيطة أو قضية هو ما استوعبها يعني هذا الرجل عنده عذر بس الرئيس ما استوعب العذر ماله ما حمل على محمل من خير أو صدق في أقوال الرجال عندنا في الحديث من أطاع الواشي ضيع الصديق إذا أنا حين صديقي يا أبو محمد وجه واحد يتكلم عليك معاي إذا أنا صدقت ضيعت الصداق من أطاع الواشي ضيع الصداق هذا في الحديث موجود فمن أحد الإمام ماذا قال قال لي وهذا قال لي أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة البذيئة يعني طويلة اللسان اللي عندها فعش في القول الله التواحد يقول لهم يقول لك هالشكل وقدام الناس والعالم وليه ابنة الإمام سلام الله أحسنتم فقال لي يا هذا إن كنت صادقين شوف الإمام حمل على محمل خير شوف سبحان الله شوه النفسية العظيمة قال لي إن كنت صادق يعني هو لو كاذب لو صادق فيها الكلمة قال لي إن كنت صادقين ها غفر الله لها وإن كنت كاذبان غفر الله لك الله شوف شونه وهجرهم هجرا جميلا ودع أذاهم ادفع بالتي هي أحسن والكاذمين شوف هذه الخضية النفسية جدا الوام لدي مجال أحسنتم كان مديون دية سأل من هو أكرم الناس فقال الإمام الحسن سلام الله كان فيه لكن الحسن فجاء الأعرابي قال للإمام الحسن أنا مديون دية سألت من هو أكرم الناس قال له وأنت قال للإمام أنا أسألك عن ثلاث مسائل إذا أجبتها أعطيك كامل الدية قال له ومثلك يسأل مثلي انا لازم اتحلم منك سيدي انا لازم اتحلم. قال لي المعروف على قدر المعرفة. هذه في الجملة جدا عظيمة. المعروف على قدر المعرفة يعني بالمثل العامي الا ما يعرفك ما يثمنك. فاذا انا عرفتك اثمنك اكثر. واضح له لا. ولهذا احنا مأمورين بمعرفة الايمة. ليش نقرأ زيارة الجامعة? حتى نعرف الايمة. اصول الكرم وانتهى الحلم الاخرية. فقال لي. قال لي ما هو افضل الاعمال? قال لي افضل الاعمال الايمان بالله. قال لي تمام. قال لي ما النجاة من الهلكة? اللي ينجيك من المهالك? قال لي الثقة بالله. هاي مبحثنا اوامل النجاح. قال لي الثقة بالله هو النجاة من الهلكة. اللي طلع يونس من بطن الحوت. هذا هوين? في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات بحر. من اللي طلع الثقة بالله. ان في الله ينجيني. لا اله الا ان سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. ايه. قال لي ماذا يزين المرء. شن اللي. هذا ضمن ثلثين. ضمن ثلثين ادية. نعم. السؤال الثالث ماذا يزين المرء. شن اللي يزين الانسان. قال لي علم معه حلم. هذا هذا مورد اللي جاء. انت موس عندك علم. العلم ما يكفي لازم يكون عندك حلم. الحلم يزين العلم. اقول عالم. بس ما تقدر تسئله سؤال كهرباء. واضح له. علم معه حلم. قال للامام فاين اخطأه ذلك. جينا لا علم ولا حلم عنده. قال مال معه كرم. المال والكرم يزيع. واحد عنده مال لكن بخيل هذا ما منا فايد. مال معه كرم. قال له فاين اخطأه ذلك. قال فاين اخطأه ذلك. قال فاين اخطأه ذلك. قال فصاعقة من السماء تنزل عليه تحرق. فتبسم الامام وعطاه كامل ادية. واعطاه بعد فص قيمتهما تادرهم حتى ينفقوا في. في. صلوات الله. كلام ان علم معه حلم. هذا مطلوب. فالامام. اذا الاستشار. لحظة. قال للامام. ان كنت صادقا غفر الله لها. وان كنت كاذبا غفر الله لك. فلما سمع ذلك اسقط في يده. وخجل من الامام. وقال امتحنتك فوجدت عليك سماء الصالحين. واخلاق الانبياء. واسلم النصراني. وحسن اسلامه. وصار من اصحاب الامام. هذه النتيجة. نجح الامام لو ما نجح. في التعامل ده. كسب الرجل. واخرجه من ظلمات النصرانية. الى الاسلام وصار من اصحاب الامام. صلوات الله عليه. اذا لابد ان يكون هذا المستشار من الناصحين. وفي الواقع. لابد يعني عندما نريد ان نستشير احد. لابد ان يكون لديه محترف. محترف. وصاحب حرف واختصاص. يبنى على الطبخ حني. وان شاء الله نكمل. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ العراضي. ايها الاحب في كل مكان متابعي هذا البرنامج. وصلنا وياكم الى نهاية هذه الحلقة. ايضا كانت بليئة في الواقع بالمعلومات المهمة حول الاستشارة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب والاممة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. تقبلوا تحياته وتحيات كاذر عمل. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.